بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد ولي محمد السلام عليكم أخواني واخواتي الأعزاء جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته هذا الدرس عبارة عن تشكيلة متنوعة من المتباينات أو المتراجحات التي هي ممثلة بالأقواص طريقة الأقواص أي تنتمي إلى ما بين قوسين أما مغلق أو مفتوح وتطلب مننا تمثيلها على الرسم البياني أي إيجاد المنطقة الممكنة لكل مسألة دعونا نحل هذه المسائل لتقوية أنفسنا أكثر وأكثر في كيفية حل مسائل المتباينات أو المتراجحات إذن دعونا نقوم بحل هذه المسائل في السؤال الأول يقول لنا بأن الـ X تنتمي إلى 2 وإلى ما لا نهاية وعند الأثنين هي مفتوحة أيضا إذن نقوم بالتوجه إلى الأثنين هنا ونرسم الدائرة بالنسبة إلى ما لا نهاية الموجبة هي هنا هل نستطيع أن نصل إليها؟ لا نستطيع إذن لا نستطيع أن نرسم الدائرة إذن الجواب يكون هكذا وهي كالتالي أي الـ X بمنا في هذا الاتجاه إذن الـ X أكبر من الـ 2 لأنه مفتوح هنا في هذا السؤال ما الذي يقوله لنا؟ يقول لنا بأن الـ X تنتمي إلى السالب ما لا نهاية وثلاثة إذن نتوجه مباشرة إلى الثلاثة هنا وهي هذا هل هي مفتوحة أو مغلقة؟ مغلقة إذن نقوم بتنوينها في أي اتجاه اليمين أو اليسار هي تنتمي ما بين الثلاثة وصالب ما لا نهاية إذن في هذا الاتجاه السهم أي اتجاه اليسار أي على هذا الشكل إذن الـ X ومن ثم نكتب الثلاثة الـ X أصغر من ثلاثة أو تساوي ثلاثة لأنها مغلقة في السؤال الثالث هنا نتوجه مباشرة إلى أي رقم هنا لأنه تحتوي على ما لا نهاية إذن نتوجه مباشرة إلى سالب الثلاثة ونرسم الدائرة بما أنها مفتوحة نحافظ عليها بما أنها مفتوحة نحافظ عليها هكذا من دون أن نلونها وهي أيضا محصورة ما بين سالب الثلاثين وسالب ما لا نهاية إذن في هذا الاتجاه طبعا لا نستطيع أن نرسم دائرة هنا لأن سالب ما لا نهاية سوف لن نصل إليه السهم يؤشر على هذا الاتجاه أي هكذا إذن نكتب إذن نكتب الإكس والسالب الثلاثين هنا وبما أنها مفتوحة لا نكتبه يساوي إذن الإكس أصغر من سالب الثلاثين وهي لا تساوي سالب الثلاثين إذن هذا هو الجواب وهذا هو التمثيل البياني له هنا هي المنطقة الممكنة أو الفترة وهي فترة مفتوحة في كل الاتجاهات أي في كل الاتجاه بالأحرى هنا نتوجه مباشرة إلى سالب أربعة ونرسم الدائرة وهي محصور ما بين سالب أربعة و موجب رقم ما لا نهاية إذن هي تزداد وهي في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه أي هكذا نكتبه الإكس ونكتبه سالب أربعة أي الإكس أكبر من سالب أربعة وهي لا تساوي سالب أربعة سالب ثلاثة سالب اثنين سالب واحد كلها أكبر من سالب أربعة صفر واحد اثنين إلى ما لا نهاية الآن دعونا نقوم بحل المسائل التي تحتوي على متباينتين في نفس السؤال وهي هذا إذن بما أنها لا تحتوي على ما لا نهاية سواء في جهة اليمنى أو اليسرى أي ما لا نهاية بالسالبة أو الموجبة إذن نقوم بتحديد الرقمين سالب ثلاثة وثلاثة لأننا نستطيع أن نصل إليهما هل هما مغلقة مغلقين أو مفتوحين؟ هما مغلقين مفتوحين لأن القوس الدائري وليس المربعي إذن هذه هي المنطقة الممكنة أو الفترة وهي فترة مفتوحة الإكس تنتمي إلى أي قيمة من هذه إذن نقول عنها كالتالي الإكس في النصف وهنا هكذا هنا سالب ثلاثة وهنا ثلاثة وهي لا تساوي ثلاثة ولا تساوي سالب ثلاثة إذن لا نكتب يساوي بالنسبة إلى هذا الإكس تنتمي إلى سالب ثلاثة وهي هذا وبما أننا نستخدم الأقواس المربعة إذن نلونه هذا أي تعني بأن الفترة مغلقة أي هناك احتمالية بأن الإكس تساوي سالب ثلاثة أو تساوي إثنين هنا لا تساوي ثلاثة أو سالب ثلاثة ومن ثم نقوم بتلوين المنطقة وهذه هي المنطقة الممكنة أو الفترة المغلقة تمثيلها رياضيا ستكون لدينا كالتالي هنا سالب ثلاثة واثنين منطقة مغلقة إذن يساوي منطقة مغلقة أو في هذه الجهة مغلقة إذن نكتب يساوي وهذا هو التنفيذ الرياضي الثاني إلى السؤال هنا ما بين سالب أربعة وصفر لأن الصفر أكبر من سالب أربعة وهنا مفتوحة أي لا نلونها وهنا مغلقة أي نقوم بصباغتها بالداخل وهذه هي المنطقة الممكنة للمنتباينة التي تحتوي على المنتباينة أو للمسألة التي تحتوي على المنتباينة إذن نقول بأن الأكس تنتمي أو هي محددة ما بين هذه القيمتين هنا الصفر وهنا سالب أربعة هنا ملونة لأنها تحتوي على قوس مربع إذن هنا الأكس أصغر من أو يساوي صفر وهذا هو الجواب وهذا هو الجواب بالتمثيل البياني هنا عندنا واحد وأربعة أي هنا واحد وأربعة الواحد مغلقة إذن نلون الدائرة عند الواحد أي هذه مغلقة وهذه هي المنطقة الممكنة إذن الأكس تنتمي إلى أو محصورة ما بين قيمتين أربعة أكبر من واحد إذن هي في اليمين وهنا الواحد هنا أكبر من أو يساوي واحد ومنطقة مغلقة إذن هذا الشيء وهذا هو الجواب النهائي شكرا لكم أعزائي ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة شكرا لكم